صباح الفل عليكم لو كنتوا بالنهار ومساء الفل عليكم لو كنتوا بالليل ناس كتير في فترة الفاتكة بتتكلم وتقول انها بالنسبة لها القهوة تلاصم مش عارفة تبدأ منين مش عارفة تتصرف ازاي مش عارفة تختار ايه كلام ده كله فقلت لا انا حاولنا انا اعمل فيديوهات كده قصيرة في بلاي لست ممكن نسميها قهوة وان او وان او القهوة المبتدئين بحيث انها تعرف الناس وتخدهم واحدة واحدة كده من ايديهم لحد ما يعرفوا القهوة مشي ازاي ويشتروا البن ازاي وشربوا قهوتهم ازاي والكلام ده كله لان هو ده الهدف اللي انا عامل القناة دي اصلا عشان ان اللي ما يعرفش يعرف واللي عارف يعرف اكتر واللي ما طلغبت ما يطلغبتش والكلام ده كله فانشاء الله بإذنها نبدأ بالفيديو ده وانشاء الله نكمل بقى في السلسلة بتاعتنا اول حاجة نبدأ بياه في موضوع القهوة ده هو حبوب البن لازم عرف انواع حبوب البن ايه عشان عرف انا هختار ايه عشان عرف في الاخر انا رشا بقى وشكلها عامل ازاي حبوب اللي قولنا عندنا بتنقس منه اربع انواع نوعين رئيسيين ودول المنتشرين عندنا وفيه نوعين نادرين شوية انك تلاقيهم بس ممكن تعرفهم عشان يكون عندك علمي بكل الموضوع اول نوعين اللي هم المنتشرين واللي احنا عنا نلاقيهم كتير عندنا هم الارابيكا والربوستا والنوعين اللي نادر تلاقيهم شوية اللي هم كده يبقى انت عندك اربع انواع هتركز على اتنين منهم وهما دول اللي انت هتحاول تدور عليهم وانت بتشتري البن بتاعك عشان تشرب اهوتك اول النوع اللي هو الارابيكا ده النوع الاعلى في الكواليتي الاحسن في الجودة اللي الناس كلها بتفضل لنها تشتريه حتى هو ده النوع الاغلى في السعر وفيه عندنا النوع التاني اللي هو الروبوستا اللي هو عكس الموضوع ده بتكون حبوب الكواليتي بتوعيتها اقل شوية بيكون الطعم بتاعها فيه مرارة او حدة بزيادة ده غير طبعا نسبة الكافيين اللي موجودة بينهم يعني نسبة الكافيين في الارابيكا اقل حوالي واحد ونص في المية من حجم الحباي لكن النسبة بتاعة الكافيين اللي موجودة في الروبوستا حوالي اتنين وسبعة من عشر فالكافيين بيبقى زيادة في الروبوستا وده بيخلي ان انت لما تيه تشرب قهوة ببن الروبوستا بيحصل لك زي شبق صداع كده خفيف انت بيتفوق بس بسبب الصداع الجامد اللي بيسببه لك نسبة الكافيين العالية لكن الارابيكا لا يا بيتفوقك بس بهداوة بالراحة من جير الكيك اللي بيحصل في الدماغ بنيجي الفرق تاني ما بين برضو الارابيكا والروبوستا حبوب البن الارابيكا بيكون فيها محتوى زيوت اعلى من المحتوى بتاع الزيوت اللي موجود في البن الروبوستا تقريبا ستين في المية زيادة فده بيديلك طعم احلى وبيديلك تركيز كويس جدا في الفليفرز بتاعت القهوة فبتحس انت بيها وبتحس بالطعم اكتر لان انت عندك كمية كبيرة من الزيوت فبتديلك طعم مريح بالنسبة لك دي اشهر الحاجات اللي في الوقات ما بين الارابيكا والروبوستا فانت لما تيجي تروح تشتري بون فانت هتشتري بون يكون ارابيكا ويستحسن طبعا يكون 100% ارابيكا فيه حاجات بتبقى بيسموها البلند اللي هي بيقى خليط بيخلطه ساعات الارابيكا على الروبوستا بالنسب 70 ارابيكا 30 ارابيكا او 80 ارابيكا 20 ارابيكا ودي في الكلب بتلاقيها لما تيجي تشتري بون سبريسو عشان خاطر يدي طبقة كريمة او عشان خاطر ان انت بتكون عايز تعلي نسبة الكفاين شوية عشان الناس محتاجة كفاين اكتر فانت بتعمل الخلطة دي لكن انت في العادي لا حاول تشتري قادر الامكان البلن الارابيكا يكون ما في المية الارابيكا عشان يبقى احسن ليك كل صحيطك والمزاجك الخطوة اللي بعد كده بقى هتلاقي عندك ان البلن ده في منه حاجة اسمها وفي حاجة اسمها ده يعني حبوب البلن دي من اصل واحد بلد واحدة قرية واحدة وساعات مزرعة واحدة او هتلاقيها اللي هو مزيج من مجموعة من حبوب الارابيكا من كزا مزرعة وساعات ممكن يكون كمان من كزا دولة يعني الفرق ما بين والبلند بيبقى تقريبا كده عشان نبسطها عامل زي فرق ما بين منتخب الكورة ونادي الكورة يعني مسلا منتخب مسلا انجلترا لا ده بيلمى مسلا افضل اللعيبة اللي موجودين في انجلترا لكن لو شفنا نادي في انجلترا نادي انجليزي لا وبيلمى مجموعة لعيبة كويسين من كزا دولة ويجمعهم مع بعض في فريق فهي دي الفكرة عندك السنجل أورجن ده ده زي منتخب الكورة والبلند ده عامل زي فريق الكورة فطبعا السنجل أورجن بيكون فيه الدنيا متزبطة اكتر متكاملة اكتر متربطة اكتر بتحس بتعمل قهوة اكتر وده ما يعيبش في البلند لا البلند جميل وكل حاجة بس البلند بيكون بقى انت بتحاول تثبت حاجات مع بعضها فممكن تثبت معاك ممكن ما تثبتش معاك فيعني وكل محل بيبيع بن او بيبيع قهوة هتلاقي عنده خلطة البلند بتاعته بيسميها اللي هي الخلطة بتاعت القهوة اللي هو عاملها ليه وبيستخدمها هو في اغلب المشروعات اللي قدمها للناس طيب يا عم انت الآن كده قلت لي هات وتوهتني واماكن ومش اماكن طيب اجيب منين بكل بساطة هتروح الاماكن المشهورة زي هتجيب بون مسلا بتاع ايلي هتجيب بون هتجيب بون من سلنترو هتجيب بون من كوستا هتجيب فيه انواع من لفاتزا هتجي بحال كتير قوي فانت عندك فيه تنوعات كتير قوي تختار منها بس الفكرة كلها انك تروح لمكان موسوق تمام كفاية علينا كده اوان عشان ما انطولش اكتر على اول فيديو وان شاء الله باذن الله انا كامل بقيت الفيديوهات ويا رب يكون السلسلة دي تجيبكو ويا رب اتابعوا معنا مع السلامة